هانت خلاص انا قدي التحدي خطوة كمان والبكرة هعدي تلت سنوي تلت سنوي ابنائي وبنائي طالبات وطالبات السنوية العامة حلقة جديدة في جيولوجيا مع مدرسة نتالاتة تحت اشراف وزارة التربية والتعليم تعالوا نشوف كده الجيولوجيا في الحلقة الجديدة دي طبعا ايه احنا نشرح الباب الرابع الدرس التالت هنتكلم عن حاجة اسمها نظرية الالواح التكتونية خلي بالكم من عمله دي نظرية الالواح التكتونية ايه الاهداف اللي انا عاوز احقق في الدرس ده عاوز احقق افهم بنود نظرية الالواح التكتونية وافصر سبب حركة الالواح التكتونية افصر زحزحة القراط وحدوص الزلازل والبراكين في ضوء نظرية للنظرية اللي هقولها دي مهمة جدا 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 في حاجات طبعا زوار زوار شفتها ليه البحر الأحمر المحيط الأطلسي والهندي هفصل إيه سبب نشأتهم في ضوء برضو النظرية دي أستخدم الأسلوب العلمي في التفكير أو في التفسير أي ظاهرة جيولوجية أول حاجة احنا خدنا الحصة اللي فاتت لو تفتكروا أبناء الطلبة سبب زحف القرات سبب زحف القرات قلنا خلي بالك أنفجر قال إيه الطيارات الناقلة الحرارة في السيمة لها قدرة هائلة على تجاعد الصخور وتصدعها وظهور ثلاث الجبلية ضخمة على حواف القرات بفعل الإنجراف القر بفعل الإيه الإنجراف القر ده اللي قاله فيجنر طب تعال نشوف بها في نظرية جديدة قالت لإيه فيه ثلاث علماء اللي هو أوليفر وإزاكس وسايكس قالوا لي إيه بيفترضوا بيفترضوا أن الكرة الأرضية دي مغطاة بمجموعة من الألواحة التكتونية أو بنسميها أيه؟ ألواحة تكتونية منها قرية ومنها محيطية ومنها قرية محيطية يعني فيه لوح زل ما احنا قلنا الأشرى القرية والأشرى محيطية كنا قلنوا بس كده لا لا المرضي هو لها بقى إيه لوح قرية لوح محيطي لوح قرية محيطي تمام؟ كلاهما الواحة دي سمكها بيصل إلى مئة كيلو متر طيب الالواحد يا جماعة بتقع حدودها ايه يعني ايه ما بين اللوح ده واللوح ده واللوح ده ممكن يكون فيه اغوار او تشققات بحرية ضخمة جدا 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 او سلاسل جبلية او حيود وسط محيط زي ما احنا شايفينها في الصور كده اغوار او سلاسل جبلية او حيود وسط محيط الالواحد يا جماعة فيه حرقة دائبة حرقة مستمرة بطيئة غير محسوسة لانها بتاخد فترات زمنية طويلة جدا 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 وبسبب الحركة دي بنت وجهنا كل الظواهر الجيولوجية الضخمة زلازل براكين كل الظواهر الجيولوجية دي الحركات الارضية نتيجة حركة الالواح التكتونية ايه سبب الحركة الالواح التكتونية اولا تباين اختلاف درجة الحرارة في الاسينوسفير اختلاف درجة الحرارة طبعا تبع سخنة جدا جدا من اسفل اقل شوية من فوق التباين في درجة الحرارة دي بيعمل حاجة اسمها طيارات حمل دورانية طيارات حمل دورانية نبتكر اللفظ طيارات حمل دورانية في منها صاعدة طيارات حمل دورانية صاعدة حتى يسبب عنها تكوين حيد وسط المحيد طيارات حمل هابطة هتسبب عنها أغوار بحلية لو نبص كده عن رسمة في عندي طيارات حمل ايه طيارات حمل صاعدة في الوسط ومكتوفه ايه حيد وسط المحيط طب طيرات الحمل الها بتاع الجنبين دولت نتج عنها اغوار بحرية نتج عنها اغوار بحرية ايه انواع الحركات التكتونية في حركات تكتونية تباعدية شايفين المنظر شكله انا عامله ازاي الاسهم بتتباعد عن بعضها واضحة جدا فلو عندي لحين والاسهم بتتباعد يبقى حركة تباعدية في على اقصى الشمالة هو في حركة تقاربية السهم داخل في بعضه داخلين الاتنين في بعض حركة تقاربية وديها صنفها الانواع في حركة تطاحنية اللوح بيطحن في لوح بيحتكوا في بعضهم احتكاك رهيب جدا بسميها حركة انزلاقية او تطاحنية ودي زي ما شايفا كده ايه ماشيين وازيين لبعضهم تماما تعالى بقى انتشوف ايه انا عاوز اشوف المنظر ده اشرحه كده انا واخد قطاع في الكرة الارضية لو نبص كده مع بعضنا خدوا بالكم عندي اهو لوح محيطي لوح قاري لوح قاري النحية دي او لوح محيطي انا شايف ما بين ايه الجزء هنا في تباعد طيب ما بيحصل تباعد في الالواح الالواح التكتونية بص كده اخدوا بالكم اول لوح حصل ايه دي حركة تباعدية حركة تباعدية يعني ايه هنا بص المجمة بتطلى المجمة بتطلى فالمجمة نتيجة السعود ده هتعمل هنا بداية تحيد وسط محيط بداية تحيد وسط محيط ايه ده ده كبر شوية يبقى عملة تبعد 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 بالمنظر ده لما بعدت بالمنظر ده وتخد بالك هيبدأ التباعد اكتر واكتر 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 عملت في الوسط ايه حيد وسط محيط عملت على الجانبين اغوار فهو ده بقى فيه بداية محيط اهو في عندي هنا قشرة قارية هنا قشرة قارية وبينهم قشرة محيطية ممكن أقول دي قشرة قارية محيطية ودي قشرة قارية محيطية بينهم محيط وسط محيط وعلى الجانبي في أغوار دي الحركة التباعدية تعالوا نشوف بقى إيه الحركة الإنزلاقية إيه الحركة الإنزلاقية بص أنا سميتها حركة طاحنية سميتها حركة طاحنية بيتحنوا في بعضهم شايفين اللوحين منظرهم إزاي؟ حركة طاحنية تنشأ من حركة حافة لوح على حافة لوح آخر اللي بينهم هيكون حاجة اسمها صدوعة انتقالية عمودية بناخد باننا بقوي قوي قوي من اسم ده فيه بينشأ عنها صدوعة أو النتيجة بتاعتها صدوعة انتقالية عمودية بتسبب تكسير وتشوه وبانت وجهنا زلازل وبركين مدمرة ولا عزو بالله تعالوا نشوف مثلا أمثلة لنا مثال عندي مثال إيه صادع سان أندرياز صادع في كاليفورنيا ده بنسمع عنه يعني بتبقى حاجات لما بيحدث أو بينشط بيبقى قوي جدا 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 بتبقى زلازل قوية جدا 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 نفس الحركة ديت موجودة في خليج العقبة موجودة في خليج العقبة طب نشوف الحركة التانية اللي بعدها حركة تقاربية أنا يعاملك اللوحة هاو كده بالمنظر ده اللوحين عاملين إزاي دخلين في بعض اللوحين دخلين في بعضهم على فكرة أنا ممكن اللوحة اللي على يمين ده يكون اللوح قاري واللي على الشمال قاري ممكن يكون قاري واللي على الشمال مثلا محيطي ممكن يكون اللي اتنين محيطي ومحيطي فأنا عندي تلات أنواع أو تلات أمثلة من الحركات التقاربية أولا بتسمى الحركة الهدامة ليه؟ بيكون نتيجتها إن المساحة تتقلص المساحة تصغر بتاعة الأرض بتنشأ نتيجة حركة لوحين في اتجاه بعضهما فتلاقيان وتصادمان وممكن يحصل إيه؟ اندساس للوح أسفل اللوح تعال نشوف الأمثلة بتاعتها الحركة التقاربية بين لوحين قاريين اللوح القاري سمكو سميك فاللوح القاري هيدخل في اللوح القاري هتصادم اللي اتنين مع بعضهم يؤدي التصادم إلى ظهور سلاسل جبلية ضخمة سلاسل زي ما تشايفين كده سلاسل جبلية ضخمة هل عندي مثال؟ أه طبعا مثال جبال الهملاية مثال جبال الهملاية دي من نتيجة حركة لوحين قاريين تمام؟ قبل كان أخذت الجبال الهملاية نتيجة حركة بانية للجبال لو ألف ضوء نظرية الألواح التكتونية فصر تكوين جبال الهملاية بقوله إيه؟ نتيجة حركة تقاربية بين لوحين قاريين الله يفتح عليكم نشوف حاجة تانية حركة تقاربية بين لوحين محيطيين محيط ومحيط هيجي الاتنين إيه؟ إذا قربوا من بعضهم لازم واحد يندس أسفل آخر شايفين إيديا؟ واحد ينزل تحت التاني واحد ينزل تحت مين اللي هينزل تحت التاني اللوحين؟ هيندس اللوح الأعلى كثافة مهما كان يا جماعة اللوحين آه أنا أعرف إنهما سخور قاعدية بس في منهم واحد لازم يكون الكثافة بتاعته أقل أو أكتر من التاني اللي كثافته أعلى بص خدوا بالكم من الاندساس يعني إيه؟ اللوح ده بيندس فطبعا نتيجة الاحتكاك الرهيب جدا 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 فيبدأ ينصر هذا اللوح يعمل لإيه؟ يعمل أغوار بحرية عميقة أو قوس جزر بركانية زي ما إحنا شايفين في الرسمة طيب ناخد الحالة التالية ناخد الحالة التالية حركة قاربية بين لوحين أحده مقاري وآخر محيطي أحده مقاري وآخر محيطي إيه لا يحصل نتيجة الاختلاف القاري كثبته إيه؟ ممخافضة والمحيطي كثبته عالية نتيجة الاختلاف في الكثافة نتيجة الاختلاف في الكثافة هندس اللوح مين؟ المحيطي ولا القاري؟ هدي قارة هو هندس اللوح المحيطي أسفله لأن اللوح المحيطي أعلى كثافة فهندس اللوح المحيطي أعلى كثافة نتيجة الانتساس دوت هتبدأ ايه السخور تنصهر جزئيا او كلين هتنصهر السخور وتبدأ تكون لي ايه سلاسل جبلية هتكون ايه براكين براكين جبال بركانية زي عندي مثال جبال الانديز جبال الانديز اللي في امريكا الجنوبية دي تكونت نتيجة حرقة تقاربية بين لوح قاري ولوح محيطي طب انت سمعته كلمة جبال الانديز دي قبل كده اه سمعناها في الباب التالت لما قلت لك صخر الانديزايت سمي الانديزايت نسبة الى جبال الانديز هذه النوع برضه من الجبال او الصخور او الحركة دي موجودة في البحر المتوسط موجودة في البحر الايه المتوسط يبقى كده اخدنا الحركة التباعدية وقلنا ان هي حركة بنائية وبينشع عنها مثال اللي اخدنا لها مثال البحر الاحمر والمحيط الاطلنطي والمحيط الاطلسي وقلنا البحر الاحمر البحر الاحمر قلنا ايه نتيجة تشقق اللوح الافريقي حيث يتباعد اللوح العربي عن اللوح الافريقي بمعدل بطيء اتنين ونص سنتي كل ايه سنة بيبقى عن بعضه بمعدل اتنين ونص سنتي كل سنة وبالتالي عمل نشأ البحر الاحمر وبيبدأ ايه وسع ايه وسع ايه وسع برضو نحس نفس الكلام المحيط الاطلسي والمحيط او الاطلنطي والمحيط الهندي نشأ ايه نتيجة تشقق قارة جندوانا قارة ايه جندوانا طيب طب نشوف اسيلة على الجزء دوت عشان اروا الواحد التكتونية مهمة جدا 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 نربط بينها برضو بين الايه الانجرافق قارة طبعا التعليمات دي انا مهتم بها جدا ان انا اقرأ السؤال جيد احلل اي شكل او رسم او اي اي رسمة احلله او رسمات احلله كويس او اكتب كل البيانات عليها حط خط تحت كلمة مفتحية تحت اي كلمة تسهل الحل على اساس الكلمة المفتحية دي هستبعد اختيارين وهبدأ اختار الاجابة الصحية وتكون موفقين ان شاء الله الرسمة دي تعالوا كده ايه بنشوفها كده على الورد الحركات التكتونية الممثلة في قطاع واحد اتنين ثلاثة واحد اتنين ثلاثة على الترتيب يديني مسليها يديني مسليها الحركة اللي ديت بالنسبة للديت لما اجا احل لازم لازم انا اشيبهم الاثنين داخلين في بعض داخلين في بعض يبقى ايه حركة تقاربية الاثنين دولت ماشيين بعيدة عن بعض يبقى حركة تباعدية الاثنين دولت شايفين مبص ماشيين كده يبقى حركة انزلاقية او تطاحنية طب اديني مسال دي حركة تقاربية انا اعرف مثال لها ممكن الانديز ممكن البحر المتوسط ماشي تعالوا نشوف في الاختيارات كده واحد البحر الاحمر غالط البحر الاحمر غالط يبقى استبعدوا خريج العقبة غالط جبال الانديز اتأكد اتأكد برضو ما اقدرش ااخد اختيار وامش على طول وجري لا تال حركة اتنين حركة تباعدية حركة تباعدية ممكن يكون البحر الاحمر ممكن يكون المحيط الاطلنطي اه نمر اتنين هنا البحر الاحمر يبقى كده بتأكد وجه اتأكد اكتر الحركة التالتة دي ايه حركة انزلاقية كانت انا واخد مثال لها صادع سان اندرياس وخليج العقبة نشوف كده اه صادع سان اندرياس يبقى الاجابة بتاعتي اهو بدي لك حركة تقاربية فصرتها لك كويس او بكتب كده في الامتحان لازم اكتب كده حل كده ماشي جيبه الاجابة بتاعتي اللي جيبه دال بنحلل ولازم بتاع امامك شكل يوضح حركة الالواح التكتونية ما نوع الحركة والسخور متكونة بالشكل قد بالك ادي هنا في لوح محيطي ماشي كده وفي لوح قره اهو جنبيه فاللوح المحيطي هيحصل له ايه انديساس هيحصل له انديساس فاللوح المحيطي لما اندس تحت جبالة القارية اخدنا مثلين اللي чувاء الجبال الانديس طيب نشوف الاختراعات كده دي حركة تكاربية بين لوح قاري ولوح محيطي هل ما نقول الحركة والسخور ما نقول الحركة والسخور حركة تكاربية ينتج عنها سخور جيرانتيه آسف لازم تكون سخور متوسطة لأنها ما بين قاري ومحيطي حركة بين ايه ينتج عنها سخور بازلتية بوصل أنا كنت بقاري ومحيط بيانت لك كل حاجة بازلتية آسف لازم تكون سخور متوسطة حركة تقاربية ينتج عنها سخور أنديزيتية ممكن جداً ديكون دي الإجابة الصح حركة قدام ينتج عنها سخور بازلتية برضو آسف مش هدي الإجابة يبقى الإجابة عندي نكمل كده وإحنا عادين طيب نشوف السؤال اللي بعده نوع الحركة التكترونية بين اللوحين خمسة وواحد خمسة وواحد ناخد بقى فين على الرسمة خمسة دي لما رجع للكتايب بتاعي هبص إن الخمسة دي اللوح الهند الهند مكتوب لي عندها الهند طيب فين فين واحد دي اللوح الاسيووروبي الاسيووروبي طيب إيه الحركة اللي نتجت من حركة خمسة وواحد أنا أعرف إن الخمسة دي هتمشي تمشي تمشي لغاية ما تتصادم مع واحد يبقى هتكون حركة تقاربية بص نشوف إحنا هكتبين إيه نشوف الرسمة الهند رايحة ناحية أسيا و هتلزى في أسيا فأكيد هتبقى حركة تقاربية نتج عنها تكوين جبال الهيملايا برافو عليكم كده أنتم إيه إحنا ماشيين مع بعضين كويس أوي 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 نفسر نحلل زي ما أنا بوري لكم كده تعمل كده في الامتحان آخر السنة ما نوع الحركة التكتونية الممثلة في الشكل المقابل إفريقيا و أمريكا الجنوبية حسب الرسمات بتاعتي و حسب فيها من الكلام إن إفريقيا لما بعدت عمريكا الجنوبية نتج عنها المحيط الأطلنطي يبقى حركة إيه أكيد تباعدية حركة إيه تباعدية يبقى حركة تباعدية بين اللحين دولت هل تطحنية غلط تقاربية غلط بنائية ما إحنا قلنا التباعدية اسمها بنائية تمام هالدامة غلط برضو إيه يبقى إيه بنائية بين أفريقيا و أمريكا الجنوبية ممكن أقول حركة تباعدية أو حركة بنائية إحنا اتفقنا كلاهما صح كلاهما إيه صح تعالوا نشوف السؤال ده سؤال لذيذ جيب لك قطاع كده وبيقول لك أي الأشكال التاليه يدل على اتجاه طيارات الحمل المكونة للأغوار البحرية إحنا قلنا فيه طائرات حملة صاعدة بتكون حيد وسط محيط بصوا صاعدة بصوا صاعدة طيب لو طائرات حملة هابطة يبقى نعاوز بص زي ما إيه ده هيك بتعمل هابطة طائرات حملة هابطة هي دي اللي تعمل أغوار شوف الرسمات قانية وحدة اللي فيها اللي اتنين كده أهو السهم هيبقى لازم نازل بتاحت كده الأولين هي دهية تقريبا التانية واحدة طلعة وواحدة نازلة غلط خالص اللي اتنين طلعين أنا أعرف إن دي بتعمل حيد وسط محيط الرابعة طبعا واحدة نازلة واحدة طلع غلط خالص يبقى الإجابة بتاعتي ألف برافو عليكم أخدنا بلنا بنحلل إزاي وبنفهم ونسترجع المعلومة عشان نقدر نحل كويس ماذا يحدث نسخوري حوية على هيكل حيوانات بحرية مفروض إن أنا أشطبها وكتب مكاننا هيكل حيوانات بحرية إن من مركبات الكالسيوم من مركبات الكالسيوم بيبقى جيد حجر جيري مترسبة في مياه البحر في المنطقة واحد أشوف المنطقة واحد هنا في حجر جيري وحصل تطاحن حصل تطاحن فبالتالي حتى تتحول الصخور دي حتى تتحول نشوف بس إيه التحليل بتاعي هيكل بحرية دي أشطبها خالص واكتب مكانها الحجر الجيري أشطب واعمل عادي بالألم بالألم رسالس هستخدم عادي خالص واكتب حجر طب الحجر الجيري أما يجي في حرقة في حرقة إيه تقاربية هترتفع درجة الحرارة جدا والضغط ترتفع فيتحول فهنقول إيه يتأثر بالحرارة أنا أعرف من ضمن جمال الحجر الجيري لما يتحول إلى رخيان بيتظهر به إيه تعرقات فالإجابة بتاعتي هتبقى جيدة تشوف سؤال كمان كده ما نقول حركة تيكتونية التي تنزلق فيها الألواح المحيطية أسفل الألواح القارية تمام يبقى إيه نشوف الحركة تنزلق فيها الألواح تنزلق فيها الألواح المحيطية أسفل يبقى أكيد حركة تقاربية أو حركة إيه هدبة تعالى كده نشوف آخر سؤال ده كده نتيجة ما نوع الحركة التكتونية بين الوحيين خمسة وسبعة طبعا خمسة وسبعة هنا خمسة وسبعة يبقى هنا بيبعدوا عن بعضهم بيبعدوا عن بعضهم يبقى خمسة وسبعة يبقى حركة تباعدية عن تكوين محيط الأطلال تمام دلوقتي نشوف نتحرك نشوف البورد ونشوف مرخص سريع للدرس بتاعنا درس بتاعنا بس جماعة هنشوف إيه أسباب أسباب حركة الألواح فيه لأسباب إيه طيارات الحمل الدورانية في منها صاعدة وفي منها هابطة طيب الصاعدة دي بتسبب لي بتسبب لي حاجة اسمها حيد وسط المحيط أما الهابطة بتكون لي أغوار بحرية عميقة طيب إيه أنواع أنواع الحركات التكتونية في منها أول واحدة أول واحدة هنقول عليها إيه حركة تكتونية تباعدية حركة حركة تكتونية انزلاقية حركة تكتونية حركة تكتونية تقاربية طيب نشوف التباعدية الأول التباعدية دي بنسميها بنائية بتكون نتيجة قوة شد مثل لها مثال تكوين النشأة البحر الأحمر تمام حركة انزلاقية دي بتسبب بسبب صدوة انتقالية عمودية مثال ليها مثال صدع سين اندرياس وخليج العقر بيجي بقى للتقاربية التقاربية دي عندي منها تلات أنواع تلات أنواع بين لوحين قريين زي بيانش عنها التكوين سلاسل جبلية ضخمة مثل الهيملايا برافو طيب في بين لوحين محيطيين بيانش عنها أغوار بحرية وجذر قوس جذر بركانية طيب نيجي بقى الكبيرة بين لوح قاري وآخر محيطي دي بيانشع عنها براكين زي جبال الأنديز والبحر المتوسط بكده بكده بلخصنا كل الألواح التيكتونية وشوفنا الأمثال بتاعتها وأسبابها ونشوفكم إن شاء الله في المرد بكده بكده وكمان والبكرة هعدي تلتة سنوية تلتة سنوية تلتة سنوية تلتة سنوية